تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي أوروبا اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سلبي سبورت الأكتر تنوعد من حيث أشكال وأفكار المحتوى عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها حلقتنا اليوم بعد يوم مهم بعد يوم مهم قطعنا فيه بفريقين نحو نصف النهاء إيطاليا من جهة وإسبانيا من جهة أخرى وبيضربوا موعد مع بعض موعد فيه رائح تثار للطرفين الطرف اللي أخرج إسبانيا بـ 2016 والطرف اللي خسرت معه إيطاليا نهائي 2012 الاثنين بيشعروا أن هذه المباراة اللي هم فيها حسابات بين بعض خلونا نبدأ بالتفاصيل بسرعة وما نأخركم وندخل في مباراة إسبانيا وسويسرا المباراة اللي خلتنا نقتنع بشكل واضح إنه إسبانيا بقدر ما هي ممكن تمشي بعيد بقدر ما إنها ممكن تخرج بقدر ما إنها ممكن فجأة تقول لك أنا مش قادر أكمل اللقاء إسبانيا اللي استحوذت وإسبانيا اللي خلقت فرص ما قدرت تسجل وهذا عيبها حتى الآن من حيث الاستحواذ من حيث تقنية اللعب أنا أعتقد إسبانيا حتى الآن هي أفضل فريق موجود في البطولة لكن من حيث إنك تحول هذه الفرص لأهداف هي سيئة للغاية وما بتقدر تخلق كمية فرص خليسميها المية بالمية جول بيبقى عدد كافي إنهم يسجلوا لعبتها الأهداف وما إنها ما بتخلق ذلك العدد الكبير فلاعبتها بيضيعوا الفرص لقليلة وبالتالي بتروح محل المباراة دائما لظروف معقدة إلا إذا طبعا في بعض المباريات كان في حالات استثنائية وواضح الفريق بيمسك كرة زي ما حكيت قبل هيك وواضح الفريق عم بيسيطر وبيقدر يسيطر وحتى بيقدر يتماسك دفاعيا في أوقات طويلة لكن بنفس الوقت الفريق عنده مشكلة بتحويل فرص والأهداف واليوم لعب مع سويسرا فكان قادر يخلق وقبلها كان لعب مع كرواتيا كان قادر يخلق مع إيطاليا المفروض يخلق ربع عدد هذا الفرص وبالتالي المفروض فعاليته تكون أربع مرات أفضل من فعالية اليوم لو حبي يتأهل في المقابل شفنا سويسرا اللي نهدت احترام الجميع واليوم أن حضرت مباراة سويسرا وإسبانيا في كافيا وكان مليان يعني تقريبا يعني خلين نحك فيه مئة إنسان تقريبا الجميع كان عم بيتعاطف مع سويسرا وبيشجع سويسرا بركلة الترجيح ممكن نصهم ما بيعرفوا كرة قدم لكن بيعرفوا أن سويسرا ملهاش بكرت القدم قد إسبانيا ولما يعرفوا أنها وسط ركلة الترجيح حيزقفوا ويحتفلوا لسويسرا بس السويسرا ما عادت استثناء اليونان والدنمارك والمعجزات الماضية ما عادوا استثناء بلشنا نسمع فيهم يوميا تقريبا بالكرة الدولية شو اللي خلى هاد الشي صير ليش بدأ بطلت الفرق الكبيرة للمنتخبات الكبيرة هي الرعب والكبوس والفوز المضمون زي زمان أعتقد لذلك فيه سببين والسببين لهم نفس الوزن 50%-50% السبب الأول اللي هو لعبت الأندي الكبيرة لعبت المنتخبات الكبيرة أفكارهم وتفكيرهم لم يعد 100% بمنتخبهم يعني نشوفنا اليوم توني كروسي بيعتزل وبيقول لك أنا عشان أركز بالريال مدريد وبعيلتي وأرتاح فالمنتخب بالنسبة لهم صار خدمة تطوعية معها تفضل ومجد ووطن يعني تغيرت هذه النظرة عندهم هذا الجزء الأول وبنفس الجزء الأول لعبت الأندي الآن عم بياخذوا وقت طويل مع أنديتهم من حيث التعليم على التكتيك والفلسفة والتحركات وكمية البيانات العظيمة والعميقة اللي بتخليهم يوصلوا لإنسجام مطلق مع بين زرمناءهم في حين في المنتخب ما في ذلك الوقت فاللعيب الأكبار ما بيكونوا مرتحين في حين ربما اللعيب الأقل بيكونوا مرتحين أكثر لما ما يكون في ذلك التعقيد من الأوامر والتحركات عليهم هذا جزء فني خلينا نسميه جزء الثاني اللي هو جزء الرهبة الرهبة زالت من كثير فرق ما عاد حدا يخاف من حدا ما عاد معظم اللاعبين يخافوا من حدا مع عصر السوشيل ميديا مع عصر أني أنا صرت شايفك كثير كنت أسمع عنك زمان الآن صرت أشوفك كثير ما عادت أخاف منك إضافة مثلا زي منتخب سويسرا معظم اللاعبين بدوريات محترمة فبالتالي كلهم صادفوا لعبين وصافوا فرق كبيرة فما عاد الشيء مرعب بالنسبة لهم عشان يواجهوهم الرهبة كانت نصف قصة نجاح المنتخبات الكبيرة لنصف قصة فوز المنتخبات الكبيرة على المنتخبات الوسط والصغيرة بسهولة ولما تروح الرهبة أصبحت المباريات أصعب بكثير على الفرق الكبيرة هذه بالنسبة للمبارة الأولى الروح على المباراة الثانية إيطاليا بتقصي بلجيكا أشد المتفائلين بإيطاليا كانوا حيتوقعوا أنها حتعاني اليوم مع بلجيكا وهذا اللي حصل فبالتالي اللي صار بشرط ثاني لا يقلل من قوة المنتخب الإيطالي هذا قبل ما نبدأ بالكلام لكن في الشوط الأول إيطاليا أظهرت شيء أنا بالعليم خليني أوقف معه بعد الهدفين اللي سجلهم لورنزو إنسيني وباريلا في الشوط الأول أنا وقفت وقلت أنا دائما بحكة عن إيطاليا في هذه الحلقات إنها فريق جماعي جدا يعني إنسيني بتشوفه بدافع كيازا لو كان موجود أو بيراردي برجعي دافع الجميع مستعد يضحي بالأدب الكرات الثابتة دفاعيا وهجوميا الجميع عند دور فريق واحد مفيش فيه سوبرستار وتحته ناس لكن لمحته اليوم إنسيني مثلا وباريلا وفي الماضي كان عندك كيازا في المباراة الماضية عندهم قدرات حسم فردية ممتازة مش قادرين يكونوا باستمرارية ميسي ورنالدو إنو كل مباراة يعطوك لكن تعدد اللاعبين اللي عندهم المهارة الفردية الحاسمة الحل الفردي الحاسم بيخلي إيطاليا أقوى مما هي بس صناعات منشيني منشيني صنع فريق قتالي فريق مركز فريق بيتحرك كتلة واحدة في شكل جميل جدا لو شفتوا اليوم مع بلجيكا بدون كرة إيطاليا جميلة زي كأنها بكرة إيطاليا اليوم قدمت كرة جميلة بدون كرة من حيث التحركات لما تشوف فريق كأنه بتحرك كأنه تيار مي مع بعضه الجميع عم بيسكر زوايا التمرير على لعبة بلجيكا مفيش مساحات معينة خطيرة بيسقطوا فيها كان شيء مثالي تقريبا لكن عندهم حلول فردية خطيرة ولكن في أيضا لكن تاني في أكثر من موقف مع بلجيكا لما لاعب بلجيكا دوكو وهذا اللاعب العلمي اللي مدحه إمبابي وقال إنه لاعب أبهره ولفت انتباهه كان يدخل بمهارتين ويبلشوا لعبة بلجيكا يتحركوا بشكل غير مركزي شكل غير متوقع كانوا الطليان عم بيعانوا وكانوا عم بيتأخروا تيتوقعوا حركت لعبين بلجيكا ونشوف الكرة تروح لما تدخل منطقة جزاء ومن إحدى هذه الفرص كاد أن يسجل لوكاكو هون بدأ وقف وأقول إيطاليا راح تلعب مع إسبانيا وإسبانيا تلعب بعدم مركزي كبير في بعض المراكز كثير لعبتها بتحركوا بياخدوا مواقفهم وكثير عندهم فكرة اللمس الأولى والتسريع اللعب المفاجئ بالثورة الأخير زي ما حكيت عن إسبانيا إذا ما رفعت من فعالية أمام المرمى مستحيل تتأهل أمام إيطاليا بحكي نفس الشيء عن إيطاليا إذا ما قدرت تحسن نفسها بتوقع هذه اللامركزية وهجوم المساحات المفاجئة اللي بصير من المنتخب الإسباني إيطاليا حتعاني كثير كثير أمام إسبانيا حتعاني من معنى الحقيقي للكلمة في حين بالنسبة لبلجيكا خرجت المنتخب اللي لما نجي يقول معه هازارد معه كورتواب معه دي بروين طبعا اليوم هازارد ما لعب ومعه لوكاكو وكأننا نقول معه يعني بالراحة أربع لعبين من أحسن 20-25 لعب بالعالم لو افترضنا مستوى هازارد بالطبيعي فلما تيجي تتكلم بهذا الشي ويجيب المنتخب هذا عم بتكرر إخفاقه بتعرف فيه شيء ناقص أعتقد الشغل النقص الأساسية في بلجيكا واللي تكلمت عنها في يورو 2016 بتذكر قبل حلقة في يورو 2016 ما زالت مستمرة لليوم اللي خط دفاعهم خط دفاعهم سيئ واليوم كي نحكي الهدف الأول واضح يعني خط دفاعا مضحك عليه بطريقة بلاي ستيشن أكثر برد للعب مهارة حلوة بس لو كانوا مدافعين سوبر أعتقد صعب تمرق عليهم دفاعهم بطيء دفاعهم بزيد العباء على اللاعبين اللي معاه بخلي اللعب الوسط مش مرتاح فالدفاع أساسي عندهم في مشكلتهم وأيضا فكرة تحول لثلاثة أربعة ثلاثة هذه أو ثلاثة أربعة أثنين واحد اللي بلعب فيها دائما بتخلي خسران لعب وسط ثالث أعتقد كان أفضل يستفيد منه بدل ما إنه يعتمد ويزير عدد مدافعين اللي أساسا أمورهم مش ماشي في كثير مباريات بلجيكا ما زال عندها فرصة بهذا الجيد الذهبي في موليديها للاثنين وعشرين تطلع بضياضي الوجه لكن أشك لأنه أيضا بقدر ما إنه عندهم مشكلة دفاعية واضحا إنه عندهم مشكلة طموح أو ثقة بالنفس عندهم إيطاليا إسبانيا مبارة منستناها كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر إستغرام وأتمنى منكم تشتركوا بسيرفيس بورد على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله